المسك ده يا بنات رهيب جدا هيزلك الرؤوس السودة كمان هيزيل اي بقع في البشرة هيخلي بشرتك صافية جدا هتشوفي بنفسك في الفيديو ازاي رؤوس السودة بتتشال ازاي البقع بتختفي بكل سهولة يلا بينا هنبدأ الفيديو بتاعنا وتنسيش بقى تحطيلي لايك كومنت حلو حطيلي لايك لايك كتير اول الفيديو ده وقليلي بتتابعيني من اي دولة هنبدأ الفيديو بتاعنا يلا بينا اول حاجة يا بنات هحتاجها في الفيديو ده انا معايا هنا معايا النسكة فيه انا هحتاج هي معلقة واحدة من النسك فيه وحضيفها كده في الطبق بتاعي اهو زي ما انتم شايفين كده هبدأ اعمل ايه بعد كده معايا هنا المية اللي انا غالياها دي هبدأ اخد منها بس معلقة ممكن استبدل المية بمية الوالد بالشكل ده اهو بس لو استخدمت مية الوالد انا عايزيك برضو تدفيها ما تحطهاش برده وحنقلب كده تمام لحد ما النسكة فيه يدوب معايا تماما اهو تمام بعد كده بقى اهو بسوا داب معايا خالص اهو هبدأ اجيب المية اللي انا غالياها دي هزودها شوية تمام بحيث ان هي هعمل زي حمام مائي كده هضيف فيه الطبق بتاعي اهو ومعايا هنا ده بقى ده جلاتين نباتي ده بتجليه من عند العطار هاخد منه معلقة واحدة بالشكل ده وهبدأ اقلب لحد ما يدوب معايا عشان كده بقولك عايزة المية تكون دافية طبعا النسكة فيه البديل ليه القهوة وعايز اقولك انها بتفتح البشرة جدا جدا هنفضل نقلب كده لحد ما احس ان الجلاتين بدأ يدوب معايا ولازم عشان كده بقولك يفضل احنا نعملو في حمام مائي ننسيبه كده في المية بس المدة دقتي كده حبايب قلبي اهو زي ما انت شايفين بصوا بقى بدأ يسيح معايا ازاي عامل زي الشوكولات بصوا هبدأ بقى اعمل ايه معايا هنا فورشة بتاعت اللي انا بستخدمها في المسكات هبدأ اخد كده واجي على البشرة على المكان اللي فيه رؤوس السودة عند الانف او المنخير هبدأ افرد المسك كده بصوا بيتفرد معايا اهو بكل سهولة كده بنفرده على البشرة كلها لو انت عايزة برضو تعملي تقشير لمنطقة الايد برضو تحفة جدا جدا والله العظيم يا بنات حتجربي المسك كده وهتدعي دي اهو شايفين بفرده كده وبسيبه بقى على البشرة لحد ما ينشف تماما وهبدأ بقى هنبدأ نشده بصوا بقى حبيبي بعد ما سبتها ربع ساعة تنشف بصوا شايفين بقى بتتشد معايا بكل سهولة اهي اي بقى رقصه ده هتتشال معاك اي اسمرار بصوا شايفين اهو بتشديها كده كمان لو انت عاملها على بشرتك لو في شعرس وغنطوت هيطلع معاك بصوا بكل سهولة اهي شايفين بصوا يا بنات بتطلع ازاي شايفين كمان البيوت بقى بعد ما بشد الوصفة دي ما بيبقاش فيه اي اه عند منطقة الانف كمان بصوا ما بيبقاش فيه اي اسمرار ولا اي البقع السمرار اللي بتبقى موجودة في البشرة بصوا انا عايزكم تشوفوا الفرق بعد ما عملت شايفين انا مش هطول عليكم الفيديو اهو انت بقى بتشديها كده والراحة اهو بتتشدي معاك بكل سهولة هي كان مفروض تنشاف اكتر من كده بس انا بوريكو اه درجة التفتيح وكمان لو حملتها عند الانف اي رؤوس صودة بتتشال بكل سهولة اه انا عايزكم بس تشوفوا الفرق بصوا اللهي نعومة انا مقربة الكاميرا اهو بصوا نعومة نعومة وتبيض وتفتيح رهيب بجد يا بنات تحفة ده كان الفيديو بتاعي النهاردة يا رب تستفادوا بكل حاجة بقدمها لكم ان شاء الله وتزوج وقت حطواي لايك وشجعوني بكمانت حلو قولولي بتتابعوني من اي دولة باي باي